زي يقول ليك الله يعلم الغيب والشيخ يعلم الغيب بنسال الله والشيخ كتارك بطريقة دي وده شرك بالله عز وجل لأن علم الغيب حاجة خاصة بالله ربنا قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون هذه المسألة نازع فيها ناس الآن قوام نازعوا في هذه المسألة إنه يعتقدون أن الأولياء يعلمون الغيب مع الله وده من الشرك الأكبر فالذي يعتقد هذه المسألة يكون قد أشرك مع الله عز وجل فإذا عمل عمل أعمال صالحة وخلط معها شرك لا يغبر الله سبحانه وتعالى زول بيعتقد أنه غير الله عز وجل يعلم الغيب أو يسأل مع الله شيء لا يستطيع إلا الله سبحانه وتعالى لو حفظ القرآن وأطعم الطعام ومدح النبي عليه الصلاة والسلام فهو مشرك بالله وإن شهد الشهادة لأنه الآن كثير الناس يقول لك لا إله إلا الله محمد رسول الله ويعلق التمائم لك قال لي بس حجبات كويس؟ داء وإن شهد الشهادة لكنه خالف معناه ذلك الشيخ الألبان عنده كلام يوضي هذه المسألة قال إن المشركين الأوائل مشركين الأوائل رفضوا هذه الشهادة لفظا ومعنا شهادة رفضها بألفاظها وأبوان يلتزموا بمعناها لما كذا لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجب رفضها ردوها فقال الشيخ الألباني قال أما مشركين اليوم فآمنوا بالشهادة لفظا وكفروا بها معنا يقول لك لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكنه يسعى الغير الله ويدبع غير النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لا إله إلا الله بمعنى لا معبود بحق إلا الله وكلمة الإله بمعنى المعبود محمد رسول الله المعنى لا مدبوع بحق إلا النبي عليه الصلاة والسلام فهو يقدم كلام شيخه على كلام الله وعلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام بل إذا جئت للرجل منهم ذكرت له قصيدة من قصائد التي علفها شيخه تجده يضطرب وينبسط كيف لكن لما انتقر له القرآن ما بدأسر لأنه بيعظم هذا الشيء أكثر شنو من تعظيم القرآن ويقدم كلام شيخه على كلام الله وعلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام فذا ما حقق شنو فما حقق شنو محمد شنو محمد رسول الله ما حقق المعنى فالنسان شهد الشهادة وخالف هذا المعنى خالف معناها جابي شيء ناقض لا إله إلا الله هذا مشرك وإن أضعم الطعام لأن الأمال الصالحة إذا خلطت خلطت بالشرك ما بتنفع الإنسان ربنا قال فقدمنا إلى ما عملوا من عمل تحفيز القرآن إطعام الطعام البر الوالدين مدح النبي عليه الصلاة والسلام كل أمال صالحة أشاركت مع الله أنت بتبير والدينك بتحفظ القرآن بتحفظ الناس بتمدح النبي عليه الصلاة والسلام لكن بتسأل غير الله ما كان في صحابي صوفي ولا في تابع من الصوفية ولا مالك لا أبو حنيفة لا أحمد بن حنبل ولا غيره من الأئمة الأعلام ما كانوا صوفية بل طعنوا في الصوفية جاء للإمام مالك جاءوا أقوام قالوا له يا إمام ظهر عندنا أقوام قالوا يرقصون كثيرا ويأكلون كثيرا فقالوا الإمام مالك أمجانينهم لأن الناس اللي يأكلوا كثير ويأكلوا كثيرا مجانين قالوا لا عصبيةهم شوفها عصبيان يعني قالوا لا شوف بيده قونوا كبار إرقصون تطوكولك دا الزكير قال فضحك الإمام مالك ودخل ذهب إلى بيتي ضيق واحد من الطلاب يتناقش مع السائل الذي سأل الإمام مالك قال لغت صاحبنا شيخنا هذا نيفا من ثلاثين عاما ثلاثين سنة قال لغتنا صاحبين الإمام مالك ما رأيناه الضحك مثل ما ضحك اليوم الصوفية ضحكوا الإمام مالك شوفتها كيف فما عندنا معلاقة بالكتاب والصنة احنا في الدين عندنا في الإسلام تسأل الله براو البريع بيقول لك لا قوم يا أخي ناديهم لي رجال الله اللي بيذيلوا البي في التلد ناديهم قوموا صيح لهم وارمي الحمال عليهم وابقى منهم وفيهم دا البريع النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن عباس فإذا سألت فأسأل الله وإذا سألت فاستعين بالله دا عندنا علاقة بالإسلام دا شرك ربنا قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما سجابوا لكم ويوم القيامة يكفرونه بشرككم ربنا سمعوا شرك بالله عز وجل البريع بيقول لك إنه بخض في البلاد نزيله قل يا ولي الله اسماعيل جاءت مصيبة كبيرة تقول يا اسماعيل الحقنا وبزعنا ربت كيف دي كل عقائد بين شراه هؤلاء الناس ما عنده علاقة بالإسلام النوبات ما عنده علاقة بالإسلام الموالد المولد البسودة إذا كان المولد دا ديم لسبقون إلي صحاب النبي عليه الصلاة والسلام دي الأكتر ناس كانوا بيحبه النبي عليه الصلاة والسلام بل كان الصحابي يأتي ويقف عام النبي صلى الله عليه وسلم بيصدره عارية الصدر يتصدى السهان من الأعداء يجيب كده ما عمل المولد لما النبي صلى الله عليه وسلم مات عرفت كيف دا ما عنده علاقة بالإسلام كله اخوانا عشان كده قلاص الكلام ان الزول يتبع الكتاب والسنة على فهم اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لانه غد تقول الكتاب وغد تقول السنة يجي الصوفي ولكن احنا كتاب وسنة يجي الاخ المسلم التكفيري داعش تنظيم القاعدة الاخوان المسلمين ده كلهم خرجوا من كتب سيد قط من كتاب معالم في الطريق كويس كلهم يقول لك كتاب والسنة هل ربتكيف بتاع التبليغ يقول لك كتاب والسنة يخرج ورر يمشي سنتين يخل المرأة في البيت قاعدة برا من ده نواحد يناد تبليغي المرأة في حالة الوضوع طفش خلاه جراجع سيد الدكان يم وإلا تلبي الحيط وماشي ساق المرأة وده وما قصر وجابه جالب بليد ده متكيف قال دي من الكرامات قال يا ظن انت مرتك واللداء انت ما فيش كرامات شون انت مجنون في مخاقدة ولا شون عندهم هست دل ما عندنا معلاقة بالكتاب والسنة اخوانا منهج منحرفة النبي عليه الصلاة والسلام قال ما عليه انا وصحابتي ما في زيارة تعني ما لم يكن يوم ايدا دينا فلم يكن اليوم شنو فلم يكن اليوم دينا النبي عليه الصلاة والسلام قال تركت فيكم امرين ما تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم انت عارب حتى ان صار السنة الليلة بيقوا شغالين سياسة تركوا الدعوة للتوحيد يدخلوا النسوان البرلمانات مرة يسمى بلغيس ابراهيم والابراهيم بلغيس في البرلمان ما بجوز مرة تتسغل دي امام عظمة ما بجوز مرة تبقى قاضي تخوش برلمان دي امام عظمة ما بتجوز دي النساء دخلوا السياسة يزكي الصوفية قال الصوفية دي العلمان وحب النبي ده بتاع المركز الام تركوا السياسة تركوا الدعوة للتوحيد والسنة وتبعوا السياسة والبرلمانات والانتخابات الى اخر من ذلك وده خلاف منهج النبي صلى الله عليه وسلم انه تكف شان كده انا بوريك من السيدان انت كان دار تمش جهنم امش باري لك حزب ولا باري لك تنظيم دي المناهج دي ليس منهج الاسلام ما عند علاقة بمنهج شنو الكتاب والسنة كلها فيها عقائد مخالفة لأصول الاسلام تاقد احزاب عقائد عقائد كفرية تاقد فيها البدع تاقد فيها الخلافات الى اخر من ذلك ربتك ايب والدنيا دي رب انا ما ادعبك فيها ساكد تمام اطلوقها ساك شان تمش داردي علي كل قش وبرسيم وتجيل لا دي ما الموضوع على اساس ربنا قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين وجدت حديث من حديث النبي عليه الصلاة والسلام تطبق الحديث تطبق الآيات تحاول بغدر امكان تتعلم العلم تسمع الاشرطة تمشي للعلمة تطلق معهم العلم تتعلم تطبق السنة تربي ابنائك على الكتاب والسنة الله بيسألك يوم القيامة من اولادك دي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته المرأة الله بيسألك منها اولادك الله بيسألك منهم الدنيا دي ما دي ما بقول لك الجماعة الان بقول لك اخيركم تراب لا ما اخيركم تراب منو قال لك اخيركم تراب ما اخيركم تراب منو قال لك تراب دي اسمه عالم البرزخ يا ايما حفرة من حفرة النيران يا ايما روضة من رياض شنو الجنة ونقول لك في حساب في عقاب ما مطلوق اساكت افحسبتم انما خلقناكم عبثة وانكم منيلا شنو لا ترجعون ربتك ايما ما مطلوق اساكت الدنيا دي كتاب وسنة على فهم اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ودي كان ان شاء الله مقدمة والعنى نطولنا على اخواننا المشايخ مشايخنا قاعدين اخونا احمد البدوي وشيخ شهاب ان شاء الله تبارك وتعالى يأتوا يفصلوا المزيد ذلك وصل اللهم وبارك على محمد وعلى آله ونسف للاطالة يعني بارك الله فيك